السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كما وعدتكم في حال هذه سنبدأ سلسلة الملخصة كتب كتب قيمة نختار بعض الكتب المعروفة على السعيد العالمي كتب أكثر مبيعا وأكثر تأثيرا على الإنسانية التي نستطيع أن نعتبرها كأداة تتعاوننا في الحياة يومية التي نستفدو منها ونطورو بيادتنا ونتغلبو بها على المصاعب فمثال اليوم سنبدأ بالكتاب فن لمبالت فن لمبالت للكاتب مارك مانسون كاتب أمريكي الذي تزاد في 1984 بدأ كمدوين وككاتب وكمدرب تنمية بشرية إلا أنه في هذا الكتاب رغم أنه مدرب تنمية بشرية أو تنمية ذاتية فهو تعطينا وجه آخر لتنمية ذاتية وتقدمنا بشكل آخر شكل فيه شكل صخرية وشي شوية دي الصدماء لأنه بشي الفتل انتباه ديالك وتتبع ما تلخر بشي تخرج بواحد الإفادة غادي يحاول يوصلها لك عبر تسعة دي الفوصل هذا الكتاب هذا هو عبارة على تسعة دي الفوصل وكل فصل تبدأ بواحد العنوان صاخر أو عنوان صادم أو عنوان التي تنفى مع الإيجابية تقدموك بشكل سيلبي ولكن في حدته رغم ميساج يوصله لك لكي تستفيد منه وتنتهي بواحد المغزة مهمة التي تستفيد منها قبل أن نذهب إلى هذا الوصول ونذهب إلى كل فصل ونرى ما تقول فيه الكتاب فكرة عامة على هذا الكتاب وهو فن لمبالت يعني أنه في حد ترى فن فن ديالتغيير حاول تميكش شوية على بعض المسائل التي تنفعش وما تضرش هي الأهمية الأولويات ثم نرى كل فصل وقبل من ذلك ونرى أخرى إلى الاشتراك وتفعيل جرس لتنبيهات ونرى البرتاج وبقوا معي بعد هذه الفاصيلة فنرى الفصل أول من الكتاب وهو بعنوان لا تحاول وهو تحت عنوان صادم ولكن هذا لا تحاول الكتاب لا تحاول ماذا لا أحاول لا أحاول ماذا؟ وعليما في القصة الكتابة هي أنك لا تحاول تظهر بشي حاجة اللي بشي ديالك يعني أنك لا تحاول تمشي بالمستوى ديالك وتكون طبيعي وتعيش حياتك الحقيقية وتعيش حياة زائفة لا تحاول أن تتظهر بما ليس لك ولا تحاول أن تكون دون المستوى ولا تحاول أن تعيش حياة الآخرين فمثلا في الموقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والواتساب وكذا تشوفوا شي وحدين عايشين في واحد المستوى ربما ذلك غير تيمتلوه هما هما تيمتلو فيه ولكن نحن تصحبنا واقع وتنحاولون نبغيون نوصلوا ذلك المستوى لا نحاول أن نصل إلى ذلك نحن نحاول أن نصل إلى ذلك بالواقع بالمقدور بالقدرة الحقيقية يعني أن هذه المحاولة يجب أن تدير لها لا تحاول الوهم هذا الوهم هذا ما عندنا من تدير به الفصل الثاني في هذا الكتاب هو بعنوان السعادة مشكلة مشاكل وصافي فالكاتب هنا يريد أن يقول لنا أنه يجب أن تربط السعادة بأهداف قسرة لماذا يعني أنه لا تربطها بأهداف قسرة لماذا فسرعان ما تنتهي ذلك الأهداف تنتهي مع السعادة ويجب أن تربط أهداف قسرة وتربط مع السعادة أخرى يعني هذا يقدر في واحد الحلقة مفرغة وبما أنه قال سعادة مشكلة فهو تشعر بأن المشاكل كانت مع الحياة ضروري المشاكل كانت في الحياة وأن المشاكل والحياة تحتاني متوازيا لا تنتهي المشاكل إلا بانتهاء الحياة والمشاكل لا يريد أن نرى بمنظور السلبي يريد أن نرى بمنظور إيجابي يعني أن المشاكل هما السبيل إلا التقدم والتغيير إلا ما هو أحسن لأن إذا لم يكن لديك مشكلة لن تلقى لأ الحل ون تتحكي مننا في السعادة لأن السعادة ضروري ستتمشي معنا ولو بأبسط الأشياء الفصل الثالث من الكتاب وهو بعنوان لست شخصاً متميزاً لأن الكاتب يريد أنك لست متميزاً فربما سيجب الله بأنك متميز ولكن لست كذلك لن تتحكي من التفوق ووهم التمييز بالعكس لن تتحكي من الأفعال وليس تتحكي من الأقوال ونحن نتحكي من الأرسورة ونحن نتحكي من أشخاص ونحن نتحكي من أشخاص وأنه متفوق ومتميز وأنه مؤثر ويريد أن يقول لك الكاتب بأنه إذا كان لديك هذا الوهم التفوق لأنها ربما تتحكي من الكبر ونحن نتائج المهمة التي ستتحكي منها وإذا كان لديك هذا الوهم وبدأت تتحكي من الأفعال هنا الكاتب يقول لك المعاناة هي الدافع هي الحافز لتغيير إذا لم يكن لديك المعاناة لا تغيير مثلا الوحد الغاني قال اليوم أريد أن نكون غني غير لكي لا نكون فقير لأن المعاناة التي ستكون لديه فقير يجعل المجهود يعني أنه أهمية كبيرة للمعاناة ونركزوا عليها ونركزوا على النتائج لأن النتائج تأتي من بعد ولكن المعاناة يجب أن نستفيد منها ويجب أن تكون الدافع والحافز لأن أي شخص يريد أن تغيير ما هو أحسن يجب أن يكون لديه حافز والحافز الذي نحن في الحياة التي سنعرفه هم المشاكل المشاكل والمعاناة التي تدفعوا للأحسن لأن الركز النتائج ويجعل المعاناة لا تفكر فيها المعاناة التي ستجعلها في طريقها ستجعلها لا تصل إلى النتائج لكي يجب أن تقلب أركز على المعاناة التي ستجعلها والنتائج ستجعلها الفصل الخامس من الكتابة بعنوان أنت في اختيار دائم الكاتب تقول أن الحياة كلها عبارة عن اختيارات وكل ما كان عندك اختيارات كل ما تصعب الأمر اختار الحاجة التي تعرفها والتقن والممكنة والمحسوبة لديك أيضا لديك الكثير من المعايير التي ستجعلها على الأختيار كثير من المواقف والمسائل التي ستجعلها وكي تجعلها وكي تتجعلها كيف تكون قد تكون المغربي وكأن المغربي يتم تقضي على أختار يجب أن يقلص هذه الاختيارات يجب أن تقلص هذه الاختيارات إذا كان لديك الكثير من البيبان وإذا كان لديك الكثير من البيبان ستكون لديك فرصة الفوز كبيرة هذا هو الفصل الخامس الفصل السادس من الكتاب بعنوان أنت مخطئ في كل شيء وأنا كذلك فالكاتب يريد أن تكون قراراتك وأنها ليست صحيحة تستطيع أن تكون خطأة ولكن من يقول أنك صحيح 100% يجب أن تكون صحيحة وأنك لا تستطيع أن نحن صحيحة وأننا نريد قرار وأننا لا نتخدمه وأننا لا نتخدمه ونرى الحياتات ونرى الظروف ونرى دراسة محايدة حتى نعرف بأن هذا القرار ونقدرنا نقدمه هذا ما هو الفصل السابع هو الفشال طريق تقدم وهنا الكاتب يقول أنه الفشال ضروري يكون من بين الخطوة الأولى لتتصلنا للتقدم وتتصلنا للنجاح والفوز وهنا الكاتب يعود إلى هذه القصة وتريد أن من خلال هذه القصة وهناك المعايير للنجاح والفوز والساعدة هو مفهوم نسبي أي كل شخص يرى بشيء نظره وإنك ترى بشيء نظره وإنك ترى بشيء نظره وإنك ترى بشيء نظره لماذا؟ لأنه كل مرة تفقد شيء حاجة لأنه حتى يكون الفشال يكون خسائر ولكن إن تعداد الفشال الخسائر لا تتبقى ففي أوقت تتلقى عن تكتبتها فإنك تتحرك لا تدخل الانتكتب الفشال طروري تجد طريق طريق التقدم وهنا أتوجد الفصل الثامن وعنوان قيمة قول لا نحن في الكتب الميداتية تتعاوننا لتعلمه مسائل أخرى وتتعلمنا لنخسر الخطر ونستفده من أي واحد ولكن هنا الكتيب بالعكس يقول لنا مرة أخرى تقول لا وهذا الرفض بقول لا يجعلنا نضحوا بشي مسائل ونسمحوا بشي مسائل على أساس أننا نحقق ما هو أحسن ونضحنا على المسار الصحيح في حياتنا لأنه عندما تقول شيئ مرة أخرى سوف تتحرك ضحية أو سوف تتحرك برامج لأساس سيكون لديك برنامجك ونعطيك هنا مثل لديك برنامج يريد أن تقرأ كتاب أو تقرأ برنامج أو لديك برنامج ونحن أحد أخرى لا يمكن أن يجب لديك برنامج ونحن نقلس في شئ قوى إذا قلت لديك نعم سأضغي هذه الأشياء وخرجتها على رسك قلت لديك بالعكس أنت قرر صحيح سيتقلس وستقضي الغرض لأن هذا الغرض لا يمكن أن تسنى ونحن نضحه على طرف اللسان ونفكره مليا قبل قولي نعم والفصل الأخير من الكتاب هو الفصل التاسع وبعد ذلك سأتي الموت هذا العنوان صادم شي شوية ولكن بالحقيقة في الدين نحن نعرف بأن الموت هو هادم للدات يعني إذا عرفت أن الموت تابعك يعني أن النار ستفكر أطرمه ستفكر بطريقة صبيانية أو بطريقة تافية بالعكس ستركز على ما هو أهم وإذا عرفت أن الموت كينا وإذا أردت أن الموت يجري إلى كل شيء فهذا ستفكر الأخيرة لأن الموت يتمسح كل شيء دكتور الأخير وهنا سأكون سلسس معكم هذا الفصل في هذا الكتاب وهذا الكتاب وكان هناك قصص في كل الفصل وكان أصبحت لكم لأنه ستقرأ لأنه ستتقرأ القصة ستتعاونك لتفهم المعنى الذي شرحناه في كل فصل أنا ما عودت لكم في القصة سوى لكن عودت لكم لمعاني لكينا بعد كل القصة وتنتمنى نكون فتكون في هذا الكتاب هذا واستفدنا جميعا من هذا الكتاب القيم وعلى أمل أن نطلقه في كتب أخرى إن شاء الله ودعو أخرى اللي مازال ما يشارك معنا يشارك معنا ويفعل جرس نبيهات ويفعل جرس نبيهات باش بقي يجي الجديد دماء وما تنسوش تشاركو معنا في هذا الفيديو تشاركو مع الناس اللي تتبغي والناس اللي تتبغي ولهم الخير باش يستفدو تكون الإفادة عامة وتحياتي وإلى اللقاء